اخواني هنا اخوان نقول يعني بالنسبة للمهدي من الاسئلة اللي اللي جاءت لي لما جاءت هذه رسالة وانتشرت هل المهدي من فلسطين فنقول شرعا لا نعلم من اين سيخرج المهدي ولا نعلم اصل اه اصل المهدي من اي بلد هناك كثير من الاحاديث التي جاءت عن عصو خروج المهدي وكلها ضعيفة مش بس ضعيفة متضاربة يعني هناك احاديث تشير ان المهدي من اليمن من قرية اسمها قرع هناك من الاحاديث ما يشير انه من ماسانا في المغرب العربي هناك من الاحاديث ما يشير انه من بلاد الشام هناك من الاحاديث من فسرها انه سيعتي من المشرك مع الرايات السود. هناك من الاحديث من فصرها ان المهدي من بلاد الحجاز لانه سيبايع ما بين الركم والمقام. فالتفاسير والشروحات لاصل وجود المهدي كثير. لذلك لا نجزم ولا نعلم من اين سيخرج المهدي. الا اننا نقول ان امر المهدي امر المهدي. مقدر من الله عز وجل. وسيكون وستكون بيعته ما بين الركن والمقام ما بين الركن والمقام. وستكون بيعته بعد الرايات السود وبعد موت خليفهم. وبعد اقتتال ثلاثة على عرش الحكم في بلاد الحرمين. ونقول ان بيعته ستكون. بعد الفصل. وستكون بعد بيعته اشارة مهمة تصدق هذا البيع. الا وهي الخسف. بجيش الخسف. في بيداء. وقت هنقول ان هذه البيعة صحية. غير ذلك هنقول اخواني. لا نستطيع ان نحضر. ولا نستطيع ان نستبق الاحداث. ولا ربما اخواني جاني انسان وقال لي فلان من الناس تنطبق عليه مئات الصفات الزمانية والمكانية والجسدية التي جاءت في المهدي. فنقول ما بانك بشخص اخر تنطبق عليه الاف الصفات. اكتر من مئات. مش عشرات. مئات. مش مئات. الاف. ان كان هناك صفات تنطبق على شخص. فهناك اشخاص تنطبق عليهم صفات اكثر. فكيف تقر لفلان? ولا تقر لعلان? كيف تقول ان صاحبك هو المادي وتنكر ان المادي هو شخص اخر? ستبق أيها الحقيقة. Deborah اشتركوا في القناة